نكفرون من أهل الكشاب ولا المشركين ولا المشركين أنه نزل عليكم من خير يا ربكم والله يخص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما ننسخ من آية أو نرسها نأتي بخير منها أو منيها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل من سنقر ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ودى الكثير من أهل الكتاب لو يكون من بعد إيمانه كبار حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبينها لهم حفوا بعضوا وصحوا حتى يأتي الله بأمره ومن الله على كل شيء قدير وأظيموا الصلاة وآخروا وما تقدموا لأنفسكم من خير ما تجده عند الله هو خيرا وعدمان إن الله بما تعملون بصير إن الله بما تعملون بصير وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هدى أو نصارى تلك أمانيهم والحاكم برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن بلى هو أجله حتى ربه ولا خوف عليه ولا هم يحزن وقال في اليهود ليس للنصارى على شيء وقال في اليهود ليس للنصارى على شيء ومن يتدون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قوله فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما جانوا به يختلفون ومن أظلم ممن مناعا ساجد لله أن يذكر فيه ومن أظلم ممن مناعا ساجد الله ومن أظلم ممن مناعا ساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يذكر فيها اسمه إلا قائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمقرب فأينما تولوا فتم وجه الله إن الله واسع عني وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كله له طوندون بديع السماوات والأرض وإذا قضي أمر فإنما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون لو يكلمون الله أبسأ فينا آيات فذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم فشابهت قلوبهم قد بينا الآيات تشابهت قلوبهم فشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقومهم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولا ترضى عنك الياب ولا النصار حتى تستبع ملة ولإن هذا الله هو الفدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءت من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يظلمونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخافرون يا بني إسرائيل اتفو نعم في التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوم إلا تجري نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يقبل منها عدد ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينفرون وإذ بتلا إبراهيم ربه بكلمات فأسمعنا قال إني جاعد للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال أحد الظالمين فإذ جعلنا البيت متابة للناس وأمنا واتقه من مقام إبراهيم مصلى واحدنا إلى إبراهيم وإسماعي لأن ظهر بيتي للطائفين والعاكفين والركاع السبو وإذ قال إبراهيم رب جعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمصعه قليلا قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبث المغدير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت الزمين العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمتا مسلمة لك وأرنا مناسكنا وطف علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يطف عليهم آياتك ويعدموهم الكتاب والحكمة والذكيهم إنك أنت العزيز الحكيم فمن ينغب عن ملة إبراهيم إلا من تفه نفسه ولقد استطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمي فاصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مصلمون أم كنتم شهداء إذ خضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدونهم بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإلحاق إله واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كتبت ولكم ما كتبت ولا تسألن عما كانوا يعملون وقالوا كونهدى أو نصارى تهتدوا قلب الملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قلوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأطباط وما أوتي من سا وعيسى وما أوتي النبينا من ربهم لا نقرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم فقد اهتدوا فإن آمنوا فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقا فسيكفيكهم الله وهو السميع فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم سبغة الله ومن أحسن من الله سبغة ونحن له عابدون قد أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخدسون أن تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأخباط والأخباط وكانوا هدى أو نطارا قل أآتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله ومن الله بغاقين عم ما تعملوا تلك أمة قدخلت لها ما كتبت ولكم ما كتبت ولا تسألن عما كانوا يعملون سيقول السبهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهزي من يشاء إلى فراق المستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم تهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينطلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس له رحيم قد ناوى تقلب وجهك في السماء فلنولي أنك فذلتا تعوها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطر وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم هم الله في غافل أم عما يعملون ولئن آتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما اتبعوا قبلتك وما أنت السابع قبلته وما بعدهم بتابع قبلة بعد ولئن اتبعت أخواتهم بعد ما جاءت من العلم إنك إذا لمن الظالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريق منهم ليكمون الحق وهم يعلمون وإن فريقا منهم ليكمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكون من الممترين فلا تكونن من الممترين فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو اوليها فاستبقوا الخيرا أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدي ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بالغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة لألا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولغتن نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون فما أرسلنا فيكم رسولا منكم يسروا عليكم آياتنا ويذكيكم ويعلموكم الكتاب والحكمة ويعلموهم ما لم تكونوا تعملون والعلمكم ما لم تكونوا تعلمون والحكمة ويعلموكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكونوا يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابر ولا تقولوا المن يقتل في سبيل الله أنباتوا بالأحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والدوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إن الصفى والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناها عليه أن يتصوف بهما من تتوع خيرا فإن الله شاكر علي إن الذين يكتبون ما أنزلنا من البيناس والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم العاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم دعنة الله وملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم من ضرور وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والخلق التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل ذابة وتصريف الرياح والصحاب المسخر بين السماء والأرض والأرض لآيات لقوم يعقلون ومن الناس من يتقف من دون الله آدابا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة من الله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرى الذين اتبعوا تبعوا من الذين اتبعوا وراء وراءوا العذاب واتقطعت بهم الأشباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا اتكرتوا فنأتبرى منهم كما تبرأوا منا فذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار يا أيها الناس كنوا مما في الأرض حلالا طيبا يقول يا أيها الناس كنوا مما في الأرض حلالا طيبا يا أيها الناس كنوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمرهم بسر بالسوء والبهشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنذر الله قالوا بل نتبعوا ما ألثينا عليه ما ألثينا عليه آباءنا ولو كان آباءهم لا يعطيون شيئا ولا يهتدون شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة